بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم سنتناول في هذا الجزء ما يسمى دلالة الطرف الواحد ودلالة الطرفين من مهم جدا معرفة ماذا أو متى يجب أن يستخدم الباحث دلالة الطرف الواحد ودلالة الطرفين تعال مع بعض نشوف كيف يتم ذلك في البداية نتعلمنا أن هناك خطأ وفيه هناك فرض سفري وهناك فرض بديل وهذا الفرض البديل قد يكون أحيانا فرضا بديلا موجها وقد يكون فرضا بديلا غير موجه إذا كان الفرض البديل موجه ففيزي الحالة بنتبع أسلوب إحصائي معين يختلف عن دلالة في حالة ما يكون الفرض البديل غير موجه تعال نشوف الأول مع بعض مثال مثاله قدامنا بيقول إيه لا توجد فروق بين الطريقتين أنا بقرن بمن طريقة التعلم بالاتشاف فطريقة التعلم بالتلاقي عندما أقول لا توجد فروق بين الطريقتين فأكم اتفقنا هذا فرضا سفريا لكن الفرض المقابل ليه بيقول تختلف طريقة الاكتشاف عن طريقة التلاقي في أثرها في التعلم واضح أننا لم نوجه هذا الفرض لصالح فئة على حساب فئة أخرى إذن هذا فرض بديل غير موجه وبالتالي لا نستطيع أن نجزم أن هناك توجه معين سواء كان بالإجاب أو بالسلم في هذه الحالة عندما يكون الفرض البديل غير موجه بنستخدم ما يسمى دلالة الطرفين يعني الاختبار الإحصائي بيتوضب عليه أن نستخدم دلالة الطرفين الميزة التي تترتب عدلة الطرف الواحد دلالة الطرفين حيوضحها الرسم اللي نحن نتلقها أو الرسمات اللي سوفنا لها بعد ذلك لكن نأكد على فكرة إذا كان الفرض البديل غير موجه فيجب استخدام دلالة اختبار دلالة الطرفين بمعنى أن الباحث يكون في هذه الحالة لا يستطيع أن يحدد اتجاه الفروق لصالح أنه طريقة وبالتالي يبحث في الاتجاه الموجه ويبحث في الاتجاه السالب لو بصنا فيه كمثال إذا كان الباحث بيختبر مثلا الفروق عند مستوى 5 من 100 وهو مستوى الدلالة يعني الحد الأدنى للدلالة في البحوث النفسية والطربائية وكان في هذه الحالة الفرد البديل بتاعه غير موجه زي المثال اللي فات معنى ذلك أن الـ 5 من 100 دي ستقسم على الطرفين الطرف الموجب والطرف السالب وبالتالي عندما ننظر إلى الرسم نجد أن الرسم سيظهر هذا الأمر كما نرى في الرسم واضح من الرسم أن الـ 5 من 100 قسمت على الطرفين وكما برضو بالمناسبة بعض الكتب يسميها دلالة أو اختبار الزيل الزيل بدل كلمة الطرف الزيل الواحد والزيل والزيلين لكن يعني أو الطرف الواحد والطرفين المهم أن الـ 5 من 100 قسمت على الطرفين الطرف الموجب والطرف السالب نلاحظ في هذا الوضع أن الـ 5 من 100 بقى في 25 ألف من هذه الجهة والـ 25 ألف من الجهة الثانية لاحظ مقدار الدرجة الحرجة الدرجة الحرجة السواء كانت موجبة بـ 1.6 من 100 وكانت سالبة برضو بسالب 1.6 من 100 الرقم ده في منتهى الأهمية الرقم ده في منتهى الأهمية يريد برضو نكتبه عشان حنحتاجه كمان شوية لما نجي نتكلم على دلالة الطرف الواحد يبقى واضح أن احنا في دلالة الطرفين قيمة الدرجة الحرجة طلعت 96 من 100 هل هذه القيمة بتكون أكبر أو أصغر من دلالة الطرف الواحد؟ احنا هنشوف حالاً دلوقتي المهم أن احنا بنقول في هذه الحالة الدرجة الحرجة أو القيمة الحرجة دي هتقارن بعد قدر بالقيمة المحسوبة لتحديد ما إذا كان هناك دلالة من عدم موجودها بمرة تانية إذا كان الفرض البديل فرضاً غير موجه بنقسم مستوى الدلالة على اتجاه الموجب والاتجاه السالب ونلاحظ أن في هذه الحالة قيمة مستوى الدلالة بـ 1.6 من 100 إذن لو كان عندي بقى الحالة التانية إذا كان الفرض البديل موجه إذا كان الفرض البديل موجه ذي مرضو نفس المثال لا توجد فروق بين الطريقتين ده فرض سفري الفرض البديل الموجه بيقوله طريقة الاكتشاف أكثر فاعلية من طريقة الطلاق معنى ذلك أن هذا الفرض وجه وجه لصرح طريقة الاكتشاف هيترتب على الأمر ده إيه؟ فهيترتب عليه أننا لا نبحث في الاتجاه الموجب ولا الاتجاه السالب سيكون اتجاهنا في اتجاه محدد وهو الاتجاه الموجب إذن الخمسة من 100 لن تقسم على الطرفين ولكنها سوف تكون مرتكزة أو متجمعة في طرف واحد وهيترتب على دقيه؟ هتختلف كمه الدرجة الحرجية درجة بالكبر ولا بالصغر؟ هنشوف الكلام ده هوت إذن في مثالنا القدام مننا ده هوت في هذه الحالة نستطيع أن نحدد اتجاه الاختلاف ونستخدم دلالة الطرف الواحد مرة تانية بأكد فكرة استخدام دلالة الطرف الواحد أو الزيل الواحد إمتى؟ إذا كان الفرض البديل موجهاً موجهاً فبنستخدم دلالة الزيل الواحد في برنامج الـSPS يديني الصلاحية أن أنا أحدد هل الاختبار طرف واحد ولا طرفين وكننا بردنا نبقى نشوفه في المحاضرات لكن نأكد على إمتى يستخدم ده وإمتى يستخدم ده إذا نظرنا إلى لما نجي نشوف كمان شوية رسم البياني هنجد أن فيه حيترتب على هذا الأمر وهي فكرة أن درجة الحرجة هتختلف مقدرها لو رجعنا دلوقتي وأكدنا على فكرة أن إمتى نستخدم طرف طرف الواحد نستخدمه زي ما أنتم شايفين إذا كانت العلاقة أو الفرض البديل موجهاً طيب الرسم البياني أو كالمثال اللي إحنا قدمناه إذا كان البحث بيختبر عن بخمسة من مية مولد مش هقسمها بقى على الطرفين الخمسة من مية هترتكز في اتجاه واحد فقط وهو حيث يشير السهم إلى أن الخمسة من مية تجمعت في اتجاه اليمين شوفوا بقى مع بعض قيمة الحرجة قيمة الحرجة اللي بيوضحها السهم هذه القيمة كان بواحد وستة أربعة خمسة يعني واحد واربعة وستين من مية تقريباً هذه القيمة أصغر من دلالة الطرف الطرفين يبقى إذا لما بتكون دلالة الطرف الواحد لما بتعامل مع دلالة الطرف الواحد القيمة الحرجة أو الدرجة الحرجة وهذه قلمة الدرجة الحرجة دي خليها بزي منين إحنا نحتاجها لما نجي نتكلم على إحنا غدا لوقتي لم نتكلم على إختبار محدد أنا نتكلم كلام عام لكن عندما نتحدث مثلاً على إختبار T ونجد إنسي حاجة اسميته اللي إحنا حنحسبها من العينة حتقارن قيمة T اللي إحنا بنحسبها بهذه الدرجة الحرجة أو هذه القيمة الجدولية بعد كده نجيبها من الجدول هذه القيمة لاحظنا إنها أصغر في حالة دلالة الطرف الواحد عنها في دلالة الطرفين خلي بالكم برضو لأن ده سؤال مهم جداً في أصلية الاختبار أنا بنيجي نقول إن القيمة الحرجة أو القيمة الجدولية بتكون أصغر في دلالة الطرف الواحد عنها في دلالة الطرفين هذه العبارة صحيحة وبالتالي إذا كانت القيمة المحسوبة بتاعتي أنا بقارنها بهذه القيمة طبعا القاعدة إيه إحنا هنشوف طبعا القاعدة ديت لم يجي نتكلم على اختبار قيه لكن دايما بنقارن القيمة المحسوبة بالقيمة الجدولية وإذا كانت القيمة المحسوبة أكبر من القيمة الجدولية أو تساويها بنقوله أن هناك فروق أما إذا كانت القيمة المحسوبة أصغر من القيمة الجدولية فبنرفض الفرد السفري معنى ذلك لما نتعامل مع عدلات الطرف الواحد بيكون هناك احتمالية أكبر لرفض الفرض السفر ليه؟ لأن احنا بنقارن القيمة المحسوبة بقيمة صغيرة مرة تانية برضو احنا مش عايزين نركز في النقطة دي لكن ده تبقى تضحك كتير جدا لما يجي نتكلم على اختبار تي واختبار فيه او اختبار تحليل التباين واختبار تي هنجد ان احنا هنفهم هذه النقطة اكثر تبقى اكثر وضوحة ما نريد ان نؤكده في هذه الفترة او في هذا الجزء القيمة الحرجة بتكون اصغر في حالي دلات الطرف الواحد بينما في دلات الطرفين بتكون اكبر من القيمة قدام مننا انا من اكدنا على فكرة ان عندما يكون الفرض البديل موجها سنستخدم دلات الطرف الواحد عندما الفرض البديل غير موجه سنتخدم دلات الطرفين هذا الممكن بالخصف للإعرفة بالمرحلة لكن باللي سنشوف بعد كده سيكون اكثر وضوحة ان شاء الله نتكلم على اختبارات محددة زي اختبار T اللي سنتعامل معه بعد كده بس ان شاء الله طبعا الكلام ده سيكون في المحاضرة القادمة اللي سنتلاول فيها اختبار T للفروق بين المتوسطات طبعا كده نكون احنا خلصنا محاضرتنا في هذا الجزء لكن في مفاهيم كثيرة جدا تناولناها في هذه الاجزاء منها الخطأ من النوع الاول خطأ من النوع التاني قوة الاختبار العلاقة بين الخطأ من النوع الاول وخطأ من النوع التاني العلاقة بين قوة الاختبار والخطأ من النوع التاني مفاهيم في غاية الاهمية لا يمكن ان يخلوا منها اي اختبار هنعمله ان شاء الله في مقررنا ارجو نكون الامر واضح وان شاء الله نستكمل في محاضرة قادمة والسلام عليكم ورحمة الله